موسيقى رئيس مجلس القيادة ونوابه ومحافظ حضر موت يعزون وزير النفط والمعادن بوفاة شقيقه اللواء العرادة يترأس لقاء موسع للسلطة المحلية والشركاء العمل الإنساني بمأرب موسيقى والشيخ بن حبريش يستقبل وفدا من قبائل بالعبيدة والجوهي والجعيدي وآل باوزير واجتماع في النهضة يتوصل إلى اتفاق بشأن تزويد محطات الكهرباء بالتيزل موسيقى ومجموعة البسيري تفتح فندق جود في قلب مدينة الشحر موسيقى قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للمليشة القوتية شمال غرب الضالع موسيقى أينما كنتم مشاهدين للكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة عدد بعث رئيس مجلس القيادة الرئيسي الدكتور رشاد العليمي برقية عزاء وموساء إلى وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي عزاه فيها بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه بركات وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكوم معا خالص تعازيه ومواساته لوزير النفط والمعادن وجميع أفراد عائلته بمصابهم الأليم سئلنا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون وعلى الصعيد ذاته قدم محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن واضي واجب العزاء لمعالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه بركات وأعرب المحافظ خلال هذه الزيارة لمنزل الوزير الشماسي ومعه مدير عام الأمن والشرطة العميد مطيع المنهالي عن صادق التعازي باسمه ونيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة لوزير النفط والمعادن وأخوانه وأولاد الفقيد وآل الشماسي كافة سائلنا المولة على أن يشمله بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه فصح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج البحسني إلى مدينة واشنطن في قلايات المتحدة الإمريكية في رحلة علاجية ومن المقرر أن يجري اللواء الركن البحسني الفحوصات الطبية التورية في مشاف واشنطن حيث كان في استقلاله لدى وصوله سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي والمنحق العسكري في استفاراء اللواء ركن محمد زيد إبراهيم ومستشار السفارة سالم بعفي والعميد جمال الهلالي والسفير أحمد عطف ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة مأربا لواء سلطان العرادة لقاء موسع لمدراء وممثل عددا من المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والمكاتب التنفيذية المعنية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأربا ونقش اللقاء تحديات الوضع الإنساني والأزمة التي تزداد سوءا بالمحافظة في ظل استمرار الحرب والمتغيرات المناقية والتدهور الاقتصادي هذا وأشاد العرادة بتدخلات الإنسانية لشركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية ومحلية في مساندة السلطة المحلية على مواجهة الاحتياجات الإنسانية وتخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف رحبت بلادنا بالبيانة المشتركة الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الإمريكية وجمهورية مصر العربية وصاحب السمو أمير دولة قطر المتضمن التأكيد على ضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة واستئناف المفاوضات وأعربت وزارة الخارجية في بيان صادر عن تمنياتها البالغة لهذه الجهود ودعمها الكامل لكافة المساعر الرامية لإنهاء الحرب على غزة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والعمل من أجل تحقيق السلام العادل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة استقبال رئيس حلف قبائل حضر موت الشيخ عمر بن حبريش في هضبة حضر موت وفدا من مقادمة ووجهاء واعيان قبائل بالعبيد والجوهي والجعيدي وآلبا وزير ورحب الشيخ بن حبريش ترحيبا حارا بجميع القبائل مقدرا وصولهم إلى هضبة حضر موت ومعبروا به من مساندة لحلف قبائل حضر موت من أجل أن يمضي قدما نحو تحقيق كل المطالب المشروعة لحضر موت وأهلها وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن الجميع شركاء في هذه المهمة مع الحلف في تحقيق المطالب المشروعة لحضر موت وبدورهم أكدوا الوفود وقوفهم إلى جانب قبائل حضر موت ومؤذرتهم في تحقيق مطالب حضر موت وانتزاع حقوقهم مؤكدين بأن الجميع لن يتخلف في مساندة حلف قبائل حضر موت الذي قدم المواقف والتضحيات منذ تأسيسه فداء لحضر موت وفي سبيل أن تنال مكانتها التي تستحقها شدد الشيخ سالم الصيعر عضو رئاسة حلف قبائل حضر موت رئيس مدير عام مدرية العبر في الحجد الكبير والمهيب لقبائل الصيعر وكافة قبائل كيندا في مطارح مخيم نقطة العبر شددوا على المزيد من التلاحم والترابط لرفع صوتهم عاليا من أجل تحقيق مطالبهم كاملة لا مقوصة لخدمة المواطن وتحقيق العدالة والتنمية وأشار الشيخ الصيعر في كلمته إن أن المطالب الخاصة بحقوق حضر موت هي حق شرعها لهم النظام والقانون من أجل العيش بكرامة وعزة في أرضهم وهي مقام عليها الاجتماع ودعوة المطارح موضحا إنه في السلطة المحلية بالعبر منذ فترة طويلة وحتى الوقت الراهن ولزالوا يناشدون ويطالبون بهذا الحقوق المشروعة ومع الجهات المعنية والمختصة لتوفير تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مديرية العبر مخيم قبائل الصيعر بمديرية العبر أمام هذا الحشد القبلي والمجتمعي من قبائل الصيعر والقبائل التي معهم ومن خلال هذا الحشد القبلي نعلن لكم جميعا أننا في قيادة السلطة المحلية بمديرية العبر منذ فترة طويلة ولازلنا نحن نناشد ونطالب في هذا الحقوق المشروعة ولن نكون إلا في مقدمة الصفوف مع المواطن وحقوقه وهذا الذي عاهدنا أنفسنا عليه ذكرت مصادر مطلعة لقناة عاد عن اجتماع عقدة بهضبة حضر موت جمع مدير عام مؤسسة الكهرباء وشركة النفذ بصيح لحضر موت مع قيادة حلف قبائل حضر موت بشأن تزويد محطات الكهرباء بالديزل وعلمت قناة عاد عبر مصادرها الخاصة أنه تم خلال الاجتماع التوصل الى اتفاق يسمح بمرور قواطر الديزل المخصصة لمحطات الكهرباء في الساحل وبموجب الاتفاق سيتم دخ الديزل مباشرة إلى الخزانات محطة الكهرباء بالإضافة إلى ذلك سيتولى منذبون من حلف قبائل حضر موت مراقبة عملية التسليم الديزل لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية أكد الناطق الرسمي لحلف قبائل حضر موت الكعش السعيدي بأن توافد ابناء حضر موت ومن مختلف شريح المجتمع القبلي والمدني ومن كافة المناطق إلى هضبة حضر موت كبيرة ومشيرا إلى أن هذا التأييد والموازرة من أطياف المجتمع كافة لقلف قبائل حضر موت في غاية الأهمية نافيا في كلمة مرئية شائعات المضللة حول التحركات حلف قبائل حضر موت ومنها منع مرور نقل مادة الديزل التابعة للكهرباء موضحا بأن ذلك عار عن الصحة ومنافي للتحقيق اليوم حلف قبائل حضر موت في هضبة حضر موت توافد جميع قبائل حضر موت لنصرة أخوانهم في حلف قبائل حضر موت من كل حد بنوصوب التعداد والتوافد بشكل كبير من كل المناطق ومن كل الزياء والقبائل وشرائح المجتمع المدني نوجه رسالة إلى كل من ينشر دعايات على حلف قبائل حضر موت أنه يرفض أو يمنع وصول الوقود مادة الديزل من شركة بترومسي إلى الكهرباء في الساحل والوادي هذه كلام لا أساس لمصحة نحن تواصلنا مع كل المؤسسات في الوادي والصحرة عليهم تزويد الحلف بالوثائق أو بالبيانات الصحيحة ما هي الكمية المطلوبة لكل مؤسسات الوادي والصحرة والساحل والحلف في بيانة واضح وصريح لم ولن يوقف أي قواطر خاصة بالكهرباء لأنها تشكل معاناة على أهلنا ونحن جئنا لرفع هذه المعاناة على هذا الشعب عقدت الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضر موت الجامع بمدينة الشحر لقاء تشاوريا مع رؤساء الفرق الرياضية والشعبية بمدينة الشحر وفي الاجتماع أعطى رئيس المكتب الشيخ صالح السعدي صورة عن المستجدات الطارئة بشأن مطالبة بحقوق حضر موت وما تتبنىه مؤتمر حضر موت الجامع وحلف قبائل حضر موت من خطوات جادة لتحقيق ذلك مؤكدا على أهمية مشاركة مختلف أطياف المجتمع ومنظماته في ذلك بما فيها الفرق الشعبية الرياضية في الوقفة السلمية يوم الثلاثاء القادم وقد أثرها لاجتماع بالملاحظات والمقترحات من قبل رؤساء الفرق الرياضية والشعبية لانجاح الوقفة الجماهيرية بالمكلة الثلاثاء القادم تلبية لنداء حضر موت وقفت الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضر موت الجامع بمديرية التدليسة الشرقية في اجتماعها أمام الاستعدادات للتصعيد الشعبي بهدف تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لحضر موت وأبنائها وحتى رئيس المكتب الهيئة على متابعة المستجدات على الساحة الحضر مية خاصة في ظل الخطوات التي اتخذها حلف قبائل حضر موت وقرب انتهاء المدة التي حددها مؤتمر حضر موت الجامع لتصحيح الاختلالات الإدارية والتردي الخدمي وأكد المجتمعون على عقد لقاءات وبشكل دائم خلال هذه الفترة استعدادا لتنفيذ مختلف المهام والخطوات التي سيقوم بها مؤتمر حضر موت الجامع خلال الأيام القادمة نظم المئات من أبناء مدينة الريدة الشرقية عصر الجمعة وقفة جماهرية حاشدة تضامنا مع الشيخ محمد عوض البسيري وشركة البسيري للصرفة وفي الوقف عبر أهالي الريدة الشرقية عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للاعتداء المشين الذي تعرض له فرع الشركة في حوطة شبام حضر موت من قبل مجموعة مسلحة مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشيخ محمد البسيري ومجلس إدارته وموظفي شركة البسيري للصرفة ومطالبين السلطات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ملاحقة الجنى وتقديمهم للعدالة وفي مدينة الشحر افتتح الشيخ محمد بن عوض البسيري بمدينة الشحر فندق جود التابع لمجموعة البسيري والذي يعد نقلة نوعية في المجال السياحي بالمدرية ومحافظة حضر موت بشكل عام تفاصيل أكثر في هذا التقرير الإخباري من موقعها الفريد في قلب مدينة الشحر دشنا رسميا افتتاح فندق جود التابع لمجموعة البسيري والذي امتاز بتصميمه الرائع وديكوراته العصرية التي تجمع بين الحذاتة والفخمة في نقلة نوعية في المجال السياحي بمديرية الشحر ومحافظة حضر موت بشكل عام استعداء افتتاح فندق جود السياحي بمدينة الشحر وانا اتمنى ان شاء الله ان يكون هذا اللي بنى او رافض للعمل السياحي في مدينة الشحر وتم العمل في هذا الفندق بموضي مواصفات واعمال واهندسة معمارية كلها من ابناء مدينة حضر موت سواء كان في الهندسة المعمارية والانشائية في الكهرباء في كل الاعمال اللي قامت هذه اكثرهم اكثر المهندسية استعرنا بخبرات قليلة منها وانا شاء الله نتمنى ان يكون هذه كعمل في الجانب السياحي ومشاركة منها في العمل السياحي في هذا البدينة الفندق الذي يقع وسط المدينة في السوق العام يحتوي على 36 غرفة فندقية و 16 جناح و 4 شقق مجهزة باحدث واضخم المواصفات كما يقدم الفندق عدد من الخدمات الاخرى كخدمة الانترنت وقاعة مؤتمرات ومحاضرات ومقسلة لكي الملابس وموقف خاص بسياراته اضافة الى وجود مولد كهربائي عند الانقطاع التيار الكهربائي وعدد من الخدمات الاخرى وسيلعب الفندق دورا مهمة في خدمة الزوار القادمين لقربه من السوق العام موقع الفندق موقع متميز في منطقة تاريخية مشهورة في الشحر القريب من الاسواق ويستطيع الانسان ان يقضي حاجات كلها في زمن يسير وبكفاءة عالية وهذا الفندق وافتتاحه يعد نقلة نوعية للشحر ولتوجه العنظار اليها فكمل الناس من يأتي الى الشحر ويريد مأوى يجلس فيه مع اهله فلا يجد فهذا الفندق طبعا يحل هذه المشكلة وينهض بالبلاد وفي سياق المتصل قام مدير عام مديرية الشحر الاستاذ عادل باعكابا بزيارة الفندق مطلعا على الغرف والشقق والاجنحة الفندقية والخدمات التي سيقدمها ومشيدا بما شاهده من ابداع وتصميم هندسي ومعماري وخدمات ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل السياحي والاستثماري بالمديرية يعتبر الفندق اضافة نوعية لمجال السياحة في المديرية وهو يخفف الاعباء على الفنادق وفي نفس الوقت يعطي انطباع ممتاز جدا الفندق ما شاء الله بتجهيزاته وديكوره ولمساته حاجة تعتبر لايقة بالمديرية عدد من مدراء المرافق التنفيذية بالمديرية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في المديرية حضروا الافتتاحة ومشيدين بالخدمات المتميزة والرقية التي سيقدمها الفندق لزبائنه الكرام وعلى مدى 24 ساعة ورياضيا تجاوز فريق سمعون نظيره فريق التضامن بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد التعادلهم بهدفين في المباراة ضمن مباريات الإياب لبطولة كأس حضر موت الثامنة وشهدت المباراة حماسا قويا في شوطيها وتبادل الطرفين الهجمات والاستحواذ على الكرة وأطلق حكم المباراة سالم صفرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي وانتهت ركلات التجريح بفوز فريق سمعون بأربعة أهداف مقابل هدفين لفريق التضامن وبهذا الفوز تأهل سمعون الشحر لدور ربع النهائي سيواجه فريق المكلف المباراة القادمة تمكنت قوات الحزام الأمني من إحباط مخطط إرهابي كان معد من أجل استهداف القوات المسلحة الجنوبية في مديرية الوضع بمحافظة أبيان وأكدت مصادر في قوات الحزام الأمني أن القوات المسلحة تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها من قبل عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي على الخط العام الرابط بين مديرية الوضع ومنطقة شحطة وأوضحت المصادر أن قوات الحزام الأمني بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى مكان العبوتين وتفكيكها بنجاح أكد محافظ شبو عوض بن الوزير أن المحافظات تقف على أعتاب مرحلة جديدة في مجال إنتاج الطاقة وإيجاد الحلول الجدرية لها جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لقيادة المؤسسة العامة للكاروبا لمناقشة مشروع إنشاء محطة غازية بقوات 60 ميجاوات في العقل للاستفادة من الانبعاثات الغازية المصاحبة لإنتاج النفط من حقولها والاجتفاق على التجديد وتحديث الدراسات الهندسية الخاصة بها هذا واستعرض الاجتماع الأدوار المشتركة لكل من الوزارة الكاروبا والمحافظة في متابعة تنفيذ مشروع أول طاقة شمسية بالمحافظة وتحديد مسئولياتهم الإشرافية على المشروع لضمان إنجازه وفقا لهيكل تصاميم مكوناته ومواصفاته الهندسية المتفق عليها أسدل الستار على بطولة الجمهورية للنخبة للشطرنج بنجاح تام بمحافظة شبوة وفي الحفل الختامي أشار الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد الرب هشلة إلى أهمية البطولة وتتمثل في تنمية قدرات اللاعبين والمساهمة في سقل مهاراتهم مؤكدا إن استضافة شبوة لهذا الحدث هو شرف للجميع دون استثناء وفي مسك ختام البطولة قام الأمين العام بشبوة بتكريم صاحب المركز الأول الفتى الدهبي مفاجأة البطولة الكابتن خالد وليد العماري نجم نادي ردفان بكاس وميدالية دهبية ومبلغ مالي فيما تم تكريم صاحب المركز الثاني نجم نادي سهام المراوعة محمد جميل بكاس وميدالية فضية ومبلغ مالي وصاحب المركز الثالث نجم نادي سهام المراوعة الكابتن عبد البعداني بكاس وميدالية برونزية ومبلغ مالي تضررت 5583 أسرى نازحة في محافظتين الحديدة وحجة جراء السيول التي خلفتها الأمطار التي شهدتها المحافظتين خلال الفترة التسادس وحتى الثامن من أغسطس الجاري وأوضح التقرير صادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين تلقت وكالة الأنباء سبا إن إجمال عدد الأسر المتضررة من فيضانات السيول في الحديدة بلغى 2073 أسرى موزى على 22 مخيما بمديرتي حيس والخوخة كما ذكر تقرير إن عدد الأسر المتضررة في حجة بلغى 3510 أسر موزى على 61 تجمعا في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس في حين بلغى عدد المنازل المدمرة 25 منزلا في مديرية ميدي فقط مشيرا إلى أن السيول طمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتلفت المحاصيل فيها وجرفت عدد من الألغام وأوصلتها إلى مناطق زراعية مأهولة بالسكان أصيب موسين ونجلهي بانفجار لغم حوتي جرفته السيول في منطقة الشعوب بمديرية حيس جنوبية الحديدة ووفق ما ذكر المركز اليمني للألغام وجرفت السيول الناجمة عن الأمطار العديد من الألغام الحوثية وأوصلتها إلى مناطق زراعية مأهولة بالسكان في مديريات الحديدة المحررة وأوضح المركز في بيان نشره على منصة إكس إن هذه الحادثة هي الأولى الناجمة عن أثار منخفض الجوي الذي ضرب الساحل الغربي منذ عدة أيام ومحافظات أخرى مهيبا بالمزارعين والعملين في مهنة الرعي والأهالي وجميع المواطنين أخذ الحيطة والحاذر من الألغام والدخير التي تجرفها السيول إلى المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النازحين والمناطق السكانية والقرى وبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم غريب وتوعية الأطفال بمخاطر تلك الجسام على حياتهم قالت مصادر محلية بمحافظة البيضة إن المليشة الحوتية تفرض حصارا خانقا على أهالي قرية حيمة صرار بمدرية ولد ربيع التابعة لقيفة كما منعت دخول المواد الغذائية إلى القرية ومنعت الأهالي من دخول مزارعهم بالتوازي مع إطلاق نيران من أسلحة رشاشة تقيلة باتجاه القرية يأتي ذلك بعد أن دفعت المليشة الحوتي بتعزيزات عسكرية إلى محيط القرية وأفاد شهود إن المليشة دفعت بتعزيزات كبيرة من بينها دبابات ودوريات على متنها عشرات المسلحين في محاولة لاقتحام القرية بالتزامن مع وساطة لمنع تجدد الاشتباكات مع أبناء المنطقة وأشارت إلى إن المليشة تطالب الأهالي بتسليم أشخاص تتهمهم بقتل أربع من مسلحيها الأربعاء الماضي أحبطت قوات الجيش خلال الساعات الماضية محاولة لتسلل المليشة الحوتي المدعومة من النظام الإيراني شمال غرب محافظة الضالع وذكرت مصادر عسكرية لسبتمبر نيت أن أبطال القوات المسلحة أحبطوا محاولة تسلل للمليشة الحوثية باتجاه قطع الثغوب وأجبروها على التراجع والفرار مشيرا إلى تكبد المليشة الحوثية خلال المعارك ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى وفي الخبر الأخير من هذه النشرة استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب 150 بجروح في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة وذكرت وكالة الأنبال الفلسطينية عن مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في منطقة الصحابة بحي الدرجة شرق مدينة غزة بثلاثة صواريخ بشكل مباشر وذلك خلال أيداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى مشيرة إلى أن القصف أدى الاستشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة 150 غاربيتهم أطفال ونساء هذا وأوضحت فرق الإنقاذ أن أغلب الإصابات التي تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي بالعربي وهناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل المستشفى لم يتم التعرف على أصحابها بسبب تفحم وتمزق أجساد معظم الشهداء وتحولهم إلى أشلاء المشاهدون النشر انتهت فتذكير بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة ونوابه ومحافظ حضر موت يعزون وزير النفط والمعادن بوفاة شقيقه اللواء العرادة يترأس لقاء موسعا للسلطة المحلية والشركاء العمل الإنساني بمأرب والشيخ بن حبريش يستقبل وفدا من قبائل بالعبيدة والجوهي والجعيدي وآل باوزير واجتماع في النهضة يتوصل إلى اتفاق شاني تزويد محطات الكهرباء بالتيزل ومجموعة البسير تفتح حوف دقجود في قلب مدينة الشحر قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للماليشة القوتية شمال غرب الضالع من قناة عاد قدمنا لحضراتكم نشر مفصلة بأهم الأنباء شكرا لكرمي متابعتكم وإلى اللقاء فلكم أطيب التحايا مني ومن فريق عملي هذه النشرات طبتم وطاب توقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة